تماما كارولينا في البداية كان الاجتماع لوزراء الدفاع دفاع الفأل نيتو هنا في بروكسل مخصصا لمناقشة الوضع بعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان وبالتأكيد كان هذا العنوان الرئيسي مع التأكيد على ضرورة التعامل مع طالبان لضمان بأن لا يتحول هذا البلد أي أفغانستان ملاذا للإرهاب ومصدرا له خاصة لدول النيتو ولكن كان هناك نقاشات أخرى فرضت نفسها على المشهد كما ذكرت الموقف الفرنسي والأوروبي بالعموم الذي يدعو بعد هذا الانسحاب الأمريكي خصوصا دون التشاور مع الأمريكيين مع الأوروبيين أقصد إلى تشكيل جهاز دفاعي أوروبي مستقل يانس ستولتنبرغ كان واضحا وقال بأنه ليس المهم أن يكون هناك أجهزة جديدة دفاعية بل المهم هو الاستثمار في القدرات الدفاعية ولكي يتم ذلك قد أقر الحلف صندوقا للابتكار لأن الاستثمار في الصناعات الدفاعية وفي التقنيات الجديدة هو المعركة المقبلة وربما يكون جغرافيا أيضا هناك انزياح لهذه المعارك أو للاهتمام الدفاعي للحلف شرقا باتجاه الصين وأيضا المحيطين الهندي والهادي شكرا جزيلا لك من بروكسل موفدتنا عز غريبي شكرا جزيلا شكرا جزيلا